مشاهدين أهلا بكم في فقرة بعيون رابعا وفيكم بها من غرفة أخبار البلاد جولة الصحف لنخرية اليوم نريجها من جريدات البلاد عنوانات في صدري صفحتها الأولى يمكن رفع الحظر الصحي تدريجيا حسب ما كشف فوزي درار مدير معهد باستر الذي وصف الوضع بالمستقر وجاء في التفاصيل على بعد أسبوع من انتهاء فترة الحجر الصحي تعددت تصريحات مسؤولي قطاعي الصحة بقرب انفراج الوضع في الحرب على كورونا ما يمهد الإعلان عن الرفع التدريجي للحجر الصحي وسط تأكيد الخبراء على تعامل بهذا الإجراء مع كل ولاية بحسب عدد الإصابات المسجلة بها وأهمية الإبقاء على هيكلية التعليم مغلقة إلى غاية الانحسار الفعلي للوباء ولم تتضح لحد يساعة معالم التدبير التي تنوي الحكومة اتخاذها تزامنا مع شروع في الرفع التدريجي للحجر الصحي بخصوص آخر حصيلة لفيروس كورونا فقد تم تسجيل عشر وفيات وتسعين وتسعين إصابة جديدة مؤكدة خلال الأربعة والعشرين الساعة المادية البلاد كتبت في موشتها الجزائر قادرة على مواجهة أزمة كورونا في موقع البلاد ورد تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم مصر ولبنان وتونس والعراق تعلن يوم الجمعة غرة شهر رمضان وعدد ساعات الصيام في الجزائر ستكون الأعلى عربيا وفي التفاصيل قالت ستبلغ ساعات الصيام في الجزائر أول يوم رمضان خمسة عشر ساعة وثماني دقائق وستة عشر ساعة وثلاثة عشر دقيقة في اليوم الأخير من الشهر الكريم ننتقل بكم مشاهدين إلى جريدات الشروق كتبت في عدد اليوم توقيف وواحد وعشرين ألف مخالف ووضع ستة ألاف مركبة في الحج في المحشر جريدة المساء تقول عرقاب يتوقع عودة الانتعاش في النصف الثاني من 2020 وفي التفاصيل كتبت توقع وزير واتق محمد عرقاب انتعاش في سوقيا النفطية دولية خلال النصف الثاني من السنة الجرية بعد رفع إجراءات الحجر الصحية مشيرا إلى أن المشاورات والاجتماعات بين المنتجين ستتواصل بشكل دائم لمراقبة وضعية السوق النفطية في إطار متابعة اتفاقي أوبك الجزائر علوانت في موشتها نفطان تؤكد وفرة المواد البترولية خلال شهر رمضان وكتبت ذات الجريدة أيضا الجزائر تستلم دفعة من المعدات الطبية من الصين إلى جريدة الشعب أتى فيها رئيس نقبة الصياد للخواس يصرح 17 صيدة لي أصيب بالفيروس ووفاة واحدة التجار يلهبون الأسعار عشية رمضان أزمة كورونا لم تثنهم عن حرق جيوب الجزائريين مجددا ووزيرات تجارة والفلاحة يؤكدان وفرة المنتجات الغذائية هكذا عنوانات السياسية صدر صفحتها الأولى جريدة أخباري اليوم تساءلت في صدر صفحتها الأولى بأي حال عطى يا رمضان المساجد مغلقة والعمرة معلقة والسبب كورونا والآن نترككم مع هذه الرسومات الكاريكاتيريا ختام جولة الصحف لنهار اليوم نلقاكم في موعدنا اللحقة بإذن الله سلامة ترجمة نانسي قنقر